قبل ما نبدأ الملخص ما تنسوش الضغط على لايك واشتراك بالقناة وفعلوا الجرد علشان يصلكم كل جدير دي اسمها اكاري كل يوم بتيجي المكان ده علشان تدري تاخد الشخص اللي بتحبه ودي سكورة انا كنت هغير اسمائهم بس خلاص هسيبها زي ما هي وده اسم جيرو قال للصاحبه انا قربتها لاقي البنت اللي انا هتجوزها تيجي اكاري هتلوم ممكن تبعدوا عن طريقي انا عايزة عدي يعني هم مش بيتقوا بعض خالص بس يمكن يكونوا مناصب بعض وصاحبه قال له صراحة اكاري ريحتها جميلة قوي وكمان هي جميلة جيرو قال له وانت بتقول ايه ده اصلا شبه يا ريانا مستحيلة بص عليها اصلا وده بقى اسمه منامي ده الشخص اللي بتحبه اكاري وبتدعيله كل وقت قالت له وانت جيت اصلا كنتم مستنياك صاحبتها قالت لها فكرة مغرقش شكله ده هو واحد شرير اكاري قلت له وانت بتقولي ايه طبعا جيرو بيحب سكورا هي صديقة من الطفولة قالت له وانت بخير هنا بيسترنه قرار المعلمة وانه ضروري اثنين يتجوزوا بعض ويعيشوا مع بعض لمدة 3 شهر وطبعا الاول حتكون منفصل عن بعض سكورا قالت له اتمنى ان انا اجي مع شخص اعرفه هنا جيرو قال هو احنا ممكن نكون مع بعض بس هي بتعتبرني زي اخوها مستحيل تشبني زوجها وطبعا بيقع في ايد اكاري وهي مش طيقته خالص وكانت عايزة تيجي معها مينامي هنا قالت له هو انت ايه اللي جابك قال لها بصراحة انا مظلوم انا كمان اصلا مش عايزة يكون معاك بس انا حامل ايه انا ضحية قالت له وانت بتقول ايه هنا قالت لها طب حنعمل ايه في المنصيبة دي بين اللي انت عايزة تكوني مع شخص تاني وقالت له وانت عايزة تكون مع سكورا يعني هنا النقط بتاعتهم ابتدت بتنغس وقالت له لازم تتفق معايا علشان ننجح وقالت له حنعمل اي حاجة علشان نجي في المرتبة الاولى وطبعا انت بعدها حتختار البنت اللي انت بتحبها وده الدليل انه لو ارتابه في المرتبة الاولى اكيد هو حيختار البنت اللي يكون معاها وهي كمان قالت له ها قلت ايه قال لها طبعا حنجهز العشاء مع بعض قالت له لازم تكونوا قريبين من بعض علشان نقدر نعدل نقاطنا وطبعا ده اللي حصل ابتدوا يرتفع النقاط بتاعتهم وقالت له خلينا نستمر في كده زي اتنين متجوزين يعني هنا قلت له طب روح جبل لي عصير وشوكولاتة لما راح لقى طبعا سكورا ومينامي وكانوا قريبين من بعض هنا ابتدى يجري قال انا اصلا مش مهتم بيهم لما جال بيت كان بالشكل ده اكاري قلت له وانت هتبدل قاعد كده زي الست يعني لازم تعمل حاجة وانا حوقف جنبك هنا قلت له نحامل اي حاجة علشان اكل مع مينامي وانت تكون مع سكورا علشان كده لازم نكون متفقين ونهايتنا اكيد هتكون سعيدة هنا بيجي صاحبه وقال له استنى انا هفتح لك الباب بس طبعا قالت له اكاري وانت من ستي حاجة مشانا قلت لك لازم نعيز زي اتنين متجوزين ولازم تودعني وطبعا هي شجعته ومع ذلك النقطة رجعت عندهم تاني يوم قالت له وانت هتفضل قاعد هنا انا حموتك لما راح للمدرسة شاف طبعا مينامي وسكورا قريبا من بعض هنا قات المعلمة قالت له بعد الدرس لازم اتكلم معاك انت واكاري قال له خلاص هنا طبعا كانت حالة سيئة وكان زعلانه بيعيط قال اكيد الامور بيناتهم كويسة علشان كده كانوا قريبا من بعض طبعا سكورا بدأت تبص عليه قالت هو ليه كده لما كان راجع البيت كانت المطر صاحبه قال له خلينا نروح مع بعض قال له هو الامور بيناك وبين حبيبتك عامل ازاي قال له ما اتفكرنيش بيتيجي اكاري وقالت له موسعه ووسعه انا مستعجلة قالت له يمكن اتخر النهاردة وقال له بس استني المعلمة عايزة تتكلم معانا بسوط التدريب قالت له يعني ضروري قال له طبعا قالت له خلاص انت حل الموضوع لازم اروح لما راح قالت له لازم تكون معاك اكاري عشان الموضوع ده مهم بصراحة النقط بتاعتكم بترجع الوراء وده مش كويس علشانكم اكاري كانت مع مينامي مبسوطة وقالت لازم اعمل اي حاجة علشان انا اللي يكون مراته هنا كان قاعد وقال له المطر مش هتخلص فجأة بتيجي سكورة قالت له هنا ممكن اعود جنبك هنا حضرته قال له هو فيه ايه قالت له بصراحة الصبح شفت الحشرة وخفت منها جدا هنا قال بجد علشان كده يمكن حضرت منامي بسبب الحشرة وقالت له انت ليه ما بقتش زي الاول ليه بتعمل معايا كده قال له وانا عملت حاجة قالت له لازم تتكلم معايا زي ما كنا قبل كده هنا حاول ان هو يعترف لانه هو بيحبها فجأة بيجي منامي قال لها لقيت المظلة بتاعتك دي علشان كده لازم نروح قال لها جيرو تقدر تروح دلوقتي انا ما عنديش مشكلة هنا هو قاعد زعلان بزيجي اكاري قالت له ايه تعابدلي على وشك دي وهم مروحين اتزال منها قالت له وانت بتقول ايه لازم تكون قريب من سكورة وفي نوصل الوقت نكون مع بعض علشان النقط طبعا رجالة تزل منها قالت له مفيش حاجة اسمها استسلام علشاني وعلشانك انت لما روحوا البيت حضرت له الاكل ده قال له وانت محضرة بيت وكمان قال بحب قالت له طبعا قال بحب علشان احنا مع بعض قال لها مزام كده يلا افتحي بقك اكاري تفاجت وحاولوا ان هم يتصرفوا كاثنين متجوزين فجأة رنت تليفونه كان صاحبه جيروا شكروا علشان انقذوا اكاري قالت هو ايه الاحساس اللي انا حسيته ده احساس غريب جيروا هو نايم بتيجي اكاري خبطت عليه الباب وحضنته قالت له ممكن تبقى معي الليلة دي اصلا بصراحة شفت في المراب علشان كده انا خايفة هنا قلت له وانت حتتقرب من سكورا ولا لا قال لها طبعا ححاول يعني وقالت له بص البيجامات دي اخدت اتنين علشاني وعلشانك مستحيلة لبسها قالت له يلا بسرعة جربها هنا قال علشان سكورا لازم اعمل كل حاجة علشان في الاخير نكون مع بعض وهم بيغيروا فجأة اعطيت الكهرباء قال مش قادر يشوف اي حاجة وقام علشان يستخدم تليفونه اكاري قالت له استنى لسه مخلصتش هنا قالت له يا غبي هو انت قابل ولا ايه وقالت له خلينا نتكلم في موضوع مهم هنا طبعا جيرو قال ححكي لها قصة رعب اكيد حتخاف هنا قالت له استنى ما تقولش اي حاجة قالت له فجأة شوفتك سكت يعني قالت له لو كان منامي ما كانش يخوفني بالشكل ده طبعا جيرو اعتذر منها قالت له مش قادر اعتمد عليك في اي حاجة يا قابل انت هنا قال ايه ده هي بتحاول تستفزني ولا ايه وقعدهم قبيل الشمعة دي هنا قال لها اكاري ممكن اتكلم معاكي قالت له طبعا قال لها انت بنت لطيفة عفكرة وقال ايه ده هو انا قلت ايه طبعا كانت اكاري نامت قاله هي نايمة زي الملائكة هو ايه معنى اتنين متجوزين وقضوا الليلة جنبه بعض طبعا اكاري ما كانتش نايمة بنت زكية وقالت هو الغبي ده اصدق ايه مش قادر افهمه تاني يوم صاحبه كان بيعايت جيرو قال له وانت بتعايت ليه اتخنقت مع امراضك ولا ايه قال له ملكش دعوة وبتيجي اكاري بسرعة قالت مستحيل احنا في المرتبة ايه هنا قال مش قادر ابطر تفكير في سكورة حامليه وفي البيت كان تعبان قال اكيد انا حموت فجأة بينضع الباب راح علشان يفتح ومين كانت سكورة قال لها ايه ده هو انت يجيتي ولا انا بحلم هنا طبعا كانت اكاري مع اصحابها وقال لها هو انت بتفكري في ايه قد لهم لا انا فيش حاجة قد لها اكيد بتفكري في مينامي قد لهم لا انتوا فهمين الموضوع غلط طبعا هي بتفكر في جيرو هنا قال لها اسف انت جيبتي كل الاغراض دي قالت لي على فكرة اكاري هي اللي قالت لي انت تعبان هنا ابتدى يشكر اكاري علشان بسببها سكورة جات قالت لي وانت فاكر لما كنا في المتوسطة انت كمان اهتميت بي علشان كده دلوقتي انا ههتم بيك اللي هو ده اللي حصل بصراحة انسيت قالت لي بلاش عبط يلا ما تتحركش علشان احط لك اللازق دي ما تخافش بعد شوية حتبقى كويس طبعا جيرو كمان افتكر لما كانوا في المتوسطة كانوا بيوضعوا بعض هنبقى اصدقاء ولازم توعد بكده وطبعا وعدها هنا حضرت له الشربة قالت له انا حاكلك قالت له اطيب اكلها حاكلها دلوقتي قالت له خلاص انت بقيت كويس تقدر تاكل لوحدك قال له وكده خلاص حاكل طبعا زعل علشان كان عايز هي اللي تأكله وقال له بصراحة يا بغط ومينامي اكيد كل يوم بيأكل الاكل بتاعك كد طيب قالت له بس انت واكاري كمان بين ان انتم متفقين مع بعض قال لها لو عايز اي حاجة علشان اساعدك تبقوا انت ومينامي كويسين علشان في الاخير يعيش معاها قالت له هو كده ما عديش حل تاني غير انه نعمل جهدي مع انه لما بفتكر الزواج بتوتر وشكرته هنا تحمس ومسك ايدها قال لها مدام انا صديقك حامل كل حاجة علشانك واتكسر وراح استغبى قال له انا عملت ايه هنا وهو نايم قالت له كان نفسي اكون معاك انت تكون شريك حياتي وهنا بنعرف انه ساكورا هي كمان بتحبه بس ما قدرتش تعترف له وهم قاعدين صاحبتها قالت له اكاري عفكرة بيقوله انه مينامي وساكورا قريبين من بعض عفكرة حتاخد لك زوجك المستقبلي وحيروح منك طبعا هنا لما رجعت اكارت كلام صاحبتها لما قدت له لو ساكورا اخدت منك الراجل اللي بتحبه حتعملي ايه جيروا قال لها درواتي بقيت كويس والفضل يرجع عليك قصدي علشان بسببك ساكورا قدت معها اليوم كله واكيد حامل اي حاجة علشان تكوني انتي ومينامي مع بعض تاني يوم قالت له عايز اسألك سؤال هم رجالة بيحبوا ايه وما خلتهش انه هو يأكل قالت له لازم تجاوبني قال لها بيحبوا الاكل وطبعا انتي مش هاترف كده وداته حت الدين قلم قالت له عشان تتعلم تتكلم وراح معاه كمان الماركت وابتدت تحضر الاكل وحضرت الاكل الجميل ده قالت له يلا اقول لي رأيك علشان هتاخد معاك الاكل قال لها بجد هنا صاحبه قال له بصراحة انت محظوظ علشان اكري بتحضر لك الاكل مش زي انا باكل حتة الكيكة دي وفجأة طبط عليه قالت له انتم تتكلموا علي قال لها بصراحة بس وكان بيشكر اكلك قالت له بجد علشان تتعرف ان انا بعرف اطبخ تاني يوم كمان جهزيت له الاكل قالت له يلا تعال دق علشان هتضر لك احسن اكل في الدنيا هنا قال بصراحة هي كويسة بس انا بحب طبعا ساكورا وكانت لبس اللبس ده طبعا جيرو كان غيرا عليها قال ايه ده هي هتطلع باللبس ده قالت له انت مش هتودعني ولا ايه هنا قال ايه ده هو ده وقته وانت عارف ان انا بحب ساكورا بطلت تبص عليه طبعا زالت هنا بتيجي فكه ساكورا وقالت لهم انا حضرت الاكل ده فطائر علشان مينامي هو اللي طلب مني ان انا حضر له طبعا كمان زالت وفضلت قعدة كده قالت ما عنديش حظ لا في مينامي ولا يمكن في جيرو وقال لها جيرو هو انت يليزا لنا كده وقالت له خلاص ما تتكلمش معايا مش بعرف اطبق ولا اعمل اي حاجة يعني انا فشلة قال اكاري البنت الواثقة من نفسها اول مرة اشوفها محبطة بس هي عملت كل حاجة يعني عملت جهدها ولما كان في المدرسة سكورة قالت له ممكن اتكلم معاك في موضوع هنا اكاري هو ايه اللي حصل بينك وبين اكاري قال لها بصراحة كنت تفاهمها غلط بس هي بنت بجد جدعة هنا قالت له هتكون مع بعض اكتر من اي شخص تانين هنا قالت له هي اصلا اكاري هتفهمك كوني صديقتك بضمن لك ده وقال لها دائما بتغلبيني في الكلام وبتدت تبص عليه يعني نفسها تكون بدل اكاري اما جال بيت علشان يعتذر منها ابتدت تتصرف كأنها بتتجاه له اصلا ومش مهتمة به قال لها جيت علشان اعتذر منك قالت له انت اصلا ما عملتش حاجة هنا قعد قالت له وانت ليه بتغلت كده خلاص قلتلك ما تعتذرش قال لها بس انا لازم اقولك الحقيقة قالت له قلتلك ما تقولش اي حاجة هو انت اهبل ولا ايه ليه بتعمل كده هنا قال لها انا بجد عايز فصة تانية ان احنا نكون مع بعض وابتده هيقرب منها كده قالت له بصراحة كمان معجبة بيك نوعا ما يعني هنا تفاجئ ولما جاء علشان يقرب اكتر قالت له انت صدق فهذر معاك يروا قال لها اكاري هو انت مش حتتغيري هنا قالت هو انا ايه اللي قلته ده ازاي يقوله ان انا معجبة به ازاي يقول كده وفي الجزء القادم حنرد ايه اللي حيحصل بينهم يلا سلام